السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الأعدالي إن شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب جام الوحدة الحداشر طيب زي ما عملنا قبل كده وزي ما تعودنا هتلاقيني سايب لك فيه صندوق الوصف رابط الرابط ده موجود فيه شرح قاعدة الوحدة الحداشر بالكامل دلوقتي نبدأ مع بعض شرح أسئلة اليونت السؤال أول بيقول هنا بليز من فضلك نوات زا سبيد آفز كار يو آر جون تو كراش طيب بيقول هنا من فضلك عايز يقول يعني قلل سرعة العربية أنت يعني هتصطدم طيب خلي بالك بقى هو هنا عايز كلمة قلل السرعة طيب كلمة reduce دي معناها يقلل تاني حاجة increase دي معناها يزود أنا هنا عايز أقول قلل السرعة اللي هي reduce فأول إجابة هتبقى reduce اللي بعده بيقول طيب إحنا بنبني السدود علشان تحمينا من إيه طيب السدود بتحمينا من الفيضانات اللي هي floods زي السد العائلة كده فأقول هنا floods السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب بعد كده بيقول هنا عايز يقول إن شاشة الموبايل انكسرت منذ يومين أنا يعني عايز واحدة جديدة طالما عايز واحدة جديدة يبقى الشاشة positive طيب تلفت أو انكسرت دي اسمها was damaged يبقى اللي جابة هنا هتبقى damaged اللي بعده بيقول هنا بيقول كمان تلفوني مش شغال لذلك أنا طلبت من شخص ما إنه هو طبعا يصلحه طيب كلمة يصلح دي بقى اسمها repair فأقوله هنا إنه يصلحه يعني السؤال اللي بعده بيقول هنا بيقول كمان يوجد الكثير من تلوث الهواء بسبب ايه بقى في مدينتنا طبعا اللي ممكن يسبب تلوث للهواء دي traffic traffic اللي هي حركة المرور والمواصلات فأقوله هنا traffic بعد كده بيقول my uncle helped us to not a new washing machine this morning طيب بيقول إن عمي ساعدنا في إننا عايزون نركب أو نثبت الغسالة الجديدة هذا الصباح طيب يركب جهاز دي اسمها install فهو ساعدنا بقى في إننا install a new washing machine يعني نركب الغسالة الجديدة اللي بعده بيقول هنا in the future في المستقبل drones اللي هي الطائرات بدون طيار are going to help solve some not problems طيب في المستقبل الطائرة بدون طيار هساعدنا في حل بعض المشكلات عايز يقول بقى lba خلي بالك هو هنا عايز الصفة عايز يقول مشكلات ba الصفة اللي أخرها al يعني أقول environmental problems هدي الصفة المشكلات lba بعد كده بيقول نقاط use the wind to make electricity ايه بقى اللي بيستخدم الرياح في إنتاج الكهرباء خلي بقى لك طالما قال لك wind الرياح يبقى تقول له هنا wind turbines اللي هي طبعا توربينات الرياح اللي بعده بيقول هنا we can not the plastic bottles again طيب احنا نقدر اننا نعيد استخدام الزجاجات البلاستيكية مرة أخرى طيب يعيد الاستخدام دي اسمها reuse دي الحاجة الوحيدة اللي تنفع عندي فأقول له هنا reuse واللي بعده كمل مع بعض بيقول هنا I saw some not people selling fruits at the market they live nearby بيقول انا شفت بعض الناس لايه بيبيعوا فواكفي السوق خلي بالك بقى بيقول لك ان هم بيعيشوا بالقرب من هنا طالما عايشين قريب يبقى دول سكان محليين في المكان طيب محليين يبقى local people فأقول له هنا local واللي بعده بيقول هنا I think electric cars will help produce نوعات in the future برضو هنا بيقول اعتقد ان السيارات الكهربائية هتساعدنا في تقليل ايه في المستقبل الحاجة الوحيدة اللي انفعنا نختارها ان اقول تقلل التلوث التلوث اللي هي pollution فأقول له هنا reduce pollution السؤال اللي بعده بيقول هنا نقاط طيب بيقول كمان ايه اللي بنستخدمه في انتاج الكهرباء طبعا بنستخدم حاجة اسمها solar panels اللي هي الواحة الطاقة الشمسية فأقول له هنا solar panels واللي بعده بيقول هنا my friend بيقول صديقتي عايزول اقتربت مني بابتسامة على وجهها طيب كلمتي اقترب من دي اسمها approached فأقول هنا approached me يعني اقتربت مني بابتسامة على وجهها واللي بعده بيقول هنا the zoo is a place where we can see different kinds of a حديقة الحيوان دي المكان اللي نقدر نشوف فيه انواع مختلفة منه طبعا الحياة البراية اللي هي wild life دي اللي ممكن تشوفها في حضائق الحيوان بعده كده بيقول نوعات ودي روم has some environmental problems بتكلم عن منطقة ودي روم بيقول عايز يقول هنا يعني لسوق الحظ فيها بعض المشكلات بعض المشكلات يقول له لسوق الحظ لسوق الحظ دي اسمها unfortunately فأقول هنا unfortunately بعده كده بيقول I use safety not like a helmet and knee pads when riding my bike خلي بالك بيقول يعني أنا باستخدم معدات الامان زي الخوزة وطبعا عايز يقول هنا ضمادة الركبة لركوب الدراجة طيب دي كلها معدات معدات يعني equipment فأقول له هنا safety equipment الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض جزء الاسئلة الخاصة بالقواعد السؤال الاول بيقول هنا he has planned to buy a new car he is not it طيب هنا بيقول ان هو خطط لشراء سيارة جديدة طيب خلي بالك بقى قاعدة going to باستخدمها لو عندي خطة او نية او قرار كلمة planned دي معناها خططة طالما بقى انت خطط فبتستخدم هنا going to للتعبير عن المستقبل طيب قاعدة going to is او are بيجي بعدهم going to زاد الفعل في المصدر هو هنا بقول لي he is يبقى لنقص ايه going to والمصدر اللي هو do فالاجابة هنا هقول going to do طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا بيقول هنا he isn't going to not away his old watch طيب عايز يقول ان هو مش هيرمي ساعته القديمة خلي بالك الجملة دي سهل جدا قالك كلمة going to دايما بيجي وراها الفعل في المصدر يعني ايه مصدر؟ يعني الفعل بدون اضافات يبقى له هنا going to throw واللي بعده بيقول طيب خلي بالك ده سؤال السؤال بدأ بقى دا تستفهام عايز بعدها الفعل لمساعد طيب انا عندي هنا going to going to لما بسأل عليها يا ام يا ازي are طيب بص عندك في الاختهارات لازم اجيب are وبعدين الفعل يبقى الصحي ان انا اقول واللي بعده بيقول هنا طيب خلي بالك بقى هو بيقول انظر الى السماء صافية ده دليل دليل على ايه؟ دليل عنها ان الجو مش هيمطر السماء صافية دليل يبقى going to مش هيمطر يبقى انفي هقول هنا isn't going to rain الجو يعني مش هيمطر النهاردة لان السماء صافية بعد كده she is driving she not have an accident برضو هنا عندي دليل هي بتسوء باهمال يبقى هي هتعمل حدثة طيب طالما في دليل يبقى تستخدم going to going to لها قاعدة بيجاب لها is or الفعل هنا شي مفرد يبقى الصح انك تقول she is going to وهو جاب لك الفعل في المصدر اللي هو هذا واللي بعده بيقول هنا is going to نوعات tracking this afternoon طيب خلي بالك برضو ده سؤال عندي هنا going to قلنا going to بييجي دايما بعدها الفعل في المصدر فدي سهلة بقى المصدر اللي هو go الفعل يعني بدون اضافات طيب اللي بعده بيقول هنا خلي بالك بقى هي خططت لكده قلنا في خطة او نية او قرار او دليل يبقى going to هو اصلا مديني is يبقى جيب بعدها going to والمصدر اللي هو spend يبقى going to spend دي الاجابة الوحيدة اللي تنفع واللي بعده بيقول هنا that going to خلي بالك هو هنا عايز ينفيه طيب قاعدة going to بتقول لازم يجي قبلها is or are على حسب الفعل الفعل عندي هنا مفرد طبعما الفعل مفرد بيقول isn't going to هي دي الوحيدة اللي موجودة عندي في الاختيارات تنفع بقى يعني مش هسمح لي اننا العب بعده كده بيقول طيب دي سهل برضو ليه هو من دي لك هنا are عايز التركيبة بقى are big ورا going to زائد المصدر هتجيبها كلها من الاجابة going to have احنا هنه هنتناول العشاء في المدعم واللي بعده بيقول هنا next summer holiday I want to take an English course طيب بيتكلم عن المستقبل برضو الصيف اللي جاي يبقى هنا عايز going to طيب ايه اللي عرفك انه جايب بعد النقط to والمصدر انت هتكمل I بيجي معها am وبعدين going وهم ادي لك تو المصدر فالصحة هنا انك هتقول I am going to take طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا جزئية مهمة جدا وهي طبعا سؤال correct السؤال الاول I forgot my homework My teacher is going to not angry طيب بيقول انا نسيت وقبي بيقول بقى المدرس عايز يقول انه هو هيكون غاضب طيب خلي بقى احناولنا ان going to beجي وراها المصدر المصدر بقى من am و is و are اللي هو بي لازم تحفظه يبقى اقول هنا going to be بعد كده بيقول I am نقط زاء floor I intend to do that طب خلي بالك كلمة intend دي يعني يانوي انا قلت لك لما يكون في نية او قرار بتساعد من going to هو مندي لك am فهتقول له I am going to sweep يعني انا هكنس الارضية انا نويت اعمل كده يبقى لناس عندي هنا ايه going to وتجيب الفعل في المصدر اللي هو sweep زي ما هو كده هتكتبه تاني اللي هو يكنس طيب بعد كده بيقول it's cloudy الجو غائم it نقط طيب الجو غائم ده دليل دليل على ايه ان الحتة هتمطر هو اصلا مندي لك طيب زبط التركيبة بقى التركيبة بتقول لما يكون الفعل مفرد بجيب is وبعدين going ولازم يجي وراها to وهكتب برضو الفعل في المصدر اللي هو rain فالجابة هنا هتبقى is going to rain طيب ايه اللي بعده نكمل مع بعض بيقول هنا نقاط to visit her grandparents next week طيب ده مستقبل وده سؤال وجايب لي going لما يكون عندي سؤال لازم هابدأ ب is أو are طيب شي هابدأ بايه bravo ده مفرد بحسأل ب is طيب is في السؤال بيجي بعدها الفعل الاول اللي هو شي وبعدين going وهو مندي لك تو المصدر هل هياني سوف تزور جدتها الاسبوع اللي جاي واللي بعده بيقول راشا نقاط help her mother tomorrow she has decided احنا قلنا كلمة decide a plan كان المادة كلها بتعني ان انا نستخدم going to هو جابها ليه بين الاقواس طيب راشا مفرد يبقى قول is الاول وبعدين going to وهو مندي لك الفعل في المصدر اللي هو help يبقى الاجابة هنا is going to واللي بعده بيقول هنا he isn't going to نقاط abroad this year طب دي سهل جدا ليه احنا قلنا ان isn't او is going to بيجي بعدها الفعل في المصدر المصدر هنا بدون اضافات تبقى going to travel تكتب الفعل يعني بدون اي اضافات صحة اللي بعده كده نكمل مع بعض بيبدأ امرني على سؤال مهم جدا وهو سؤال دالك سؤال المحادسة طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر دا مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عني طيب بيقول هنا sama and rana are preparing themselves to go to the party طيب sama و rana الاثنين بيجهزوا نفسهم بيستعدوا يعني علشان بيروحوا الحفلة طيب خلينا نشوف كده مع بعض sama بتكلم rana وبتقول لها will you go to the party tonight بتسألها بقى هل انتي هتروحي الحفلة الليلة طبعا هو قالنا في السطر اللي فوق يبقى هنا ممكن نقول yes of course يعني ايوة بالطبع او بالتأكيد دا سؤال بهل بجاوب عليه yes or no فاول اجابة هنا رقم واحد هتقول لها yes of course ايوة طبعا هروح sama قالت what are you going to wear for the party اللي انت هتلبسي للحفلة انا ما عرفش لازم اكمل علشان اعرف قالت حاجة sama قالت I really like the blue dress دا انا بحب الفستان الازرق دا يبقى هي هتلبس ايه برافو عليك الفستان الازرق فهنا بقى رقم اتنين ممكن تقول I am going to wear my blue dress يعني انا سوف ارتدي الفستان الازرق يبقى هنا الاجابة رقم اتنين هنقول I am going to wear my blue dress هلبس يعني فستاني الازرق عرفنا منين من تكملة المحادثة عشان كده مهم جدا تقرأ المحادثة طيب رانا هنا قالت لها thanks شكرا شكرتها يعني وسألتها سؤال اللي اجابة على السؤال كانت I am going to wear my favorite red dress انا هرتدي الفستان الاحمر المفضل بالنسبة لي واضح كده ان رانا بتسأل نفس السؤال اللي هو هتلبس ايه بردو طيب ممكن هنا تقول what about you طيب وانت بقى ماذا عنكي فهنقول هنا what about you انت بقى هتلبس ايه يعني فقالت لها هلبس الفستان الاحمر طيب بعد كده رانا ردت بسؤال كمان الاجابة على السؤال كان we will meet at six pm بتقول لها هنتقابل الساعة ستة طب ده وقت لما تيجي تسأل عن الوقت بتسأل ب what time or when خلالي تستخدم when طيب الفعل المساعد بتجيبه من الاجابة هو قال لك we will فهتقول when will متى سوف نتقابل يبقى when will we والفعل في المصدر اللي هو meet امتى يعني هنتقابل when will we meet طيب بعد كده قلت لها الساعة ستة فطبعا ممكن في الاخر تقول see you then يعني راكي هناك see you then الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرس الاول والتاني واللي بيبدأ معايا بسؤال lesson سؤال لنص الاستماع طيب السؤال ده هو عبارة عن نص صغير النص ده بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان ومن خلال انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي طيب علشان النص ده موجود عندك في اخر الكتاب فبتلاقيني بسيب لك السؤال ده زي واجب كده اقرأ النص على مهلك وابدأ اختار الاجابات اللي قدامك دي بعد كده ابدأ اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل وهو طبعا سؤال اداء لك سؤال المحادسة طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك واترجمها قبل ما تحق وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا وبيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه طيب المحادسة بتاعتنا بيقول هنا بيقول ان هنا هتسافر يعني الى الولايات المتحدة الامريكية علشان يعني تاخد كورس في الاجازة الصيفية طيب خلنا نشوف كده نايرا بتكلم هنا وبتسألها بتقول لها ايه يعني اللي انت هتعمليه اثناء الاجازة الصيفية طيب احنا عرفنا من السطر اللي فوق ان هي يعني هتروح امريكا فالاجابة هنا هتجيبها من السطر الفوق يبقى اول اجابة هترد وتقول لها بتقول لها يعني انا هسافر امريكا عشان كده بيقول لك مهم جدا انك تقرأ السطر اللي فوق واترجمه ليه بيكون في حل نقطة من المحادسة بقى الاجابة هنا هنقول هسافر الى امريكا طيب بعد كده نايرا سألت سؤال كمان اجابته كانت بتقول علشان تاخد كورس يعني ليه الاجازة الصيفية طيب هنا بتسأل عن السبب ليه يعني هتروح امريكا فاتلعه عشان اخد كورس فانا هتقول يعني لماذا بسأل بيها عن السبب لو لقيت في الاجابة كلمة او تو زائد المصدر بتسأل هنا بي واي بتقول لها ليه انت هتسفري الى امريكا فاتلها عشان اخد كورسات يعني بعد كده نايرا سأل السؤال كمان عشان اعرف السؤال لازم اقرأ الاجابة الاجابة هنا قالت بتقول لها انا هاعد لمدة يعني شهرين طيب زائد المدة الزمنية بتسأل هنا عن المدة الزمنية كم المدة كم المدة الزمنية دي اسمها عزتقول لها كم المدة اللي انت هتعديها هناك فانا هتقول كم المدة اللي انت هتعديها هناك فعلت لها لمدة شهرين يبقى لما تلاقي في الإجابة زائد مدة زمنية بتسأل اللي هي كم المدة الزمنية يبقى كم المدة اللي انت هتعاديها هناك بعد كده نيارة بتقول لها هنا امتى يعني هتسفري بص في المحادسة مفيش وقت معين اكتب اللي انت عايزه أهم حاجة الوقت ده يكون في المستقبل ممكن مثلا نكتب الأسبوع القادم لو عايز تقول إجابة كاملة بتقول برضو صح في النهاية لتلها هل بقى ممكن تبعتيلي صورة لما تروحي هناك فطبعا هتقول لها شور فممكن هنا نقول يعني بالطبع أو أي حاجة طبعا هتكون صح ايواني طبعا هبعط لك صور من هناك طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال اختياري السؤال الأول بيقول هنا بيقول هنا العواصف والفيضانات دي طبعا كوارث طبيعية عايز هنا كلمة طبيعية دي اسمها natural فأقول natural disasters طيب بعد كده بيقول مين بقى اللي بيصطاد الحيوانات من الغابة طبعا قلنا الاصطاد الحيوانات ده اسمه صياد الصياد اللي هو هونتر السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب بيقول ايه اللي تسبب في ضمار او تلف الاشجار والبيوت طبعا الحاجة الوحيدة اللي تنفع هي العاصفة يعني تسببت في ضمار البيوت بعد كده بيقول نقط حلناها قبل كده عايز يقول يعني لسوق الحظ محل الايس كريم كان مقفول لما رحنا طيب لسوق الحظ دي اسمها فأقول له هنا طيب بعد كده بيقول عربيات كتير على الطريق ممكن تسبب طبعا العربيات بتسبب تلوث التلوث يعني بلوشن فآخر حاجة هقول له هنا بلوشن الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا اي سو ماي انكل انا شفت خالي اشور تايم اجو بفور هز نوات فور تشاينا بعد كده بيقول هي ويل بي باك ان سري ويكس طيب بيقول انا شفت خالي من فترة قليلة عايز اقول بها قبل مغادرته الى الصين هو هيرجع بعد ثلاث اسابيع طيب هنا عايز كلمة مغادرة اللي هي طبعا فاقول هنا طيب اللي بعده بيقول هنا بيقول ان المدرس طلب مننا عايز يقول نعمل تنبؤات عن الحياة في سنة الفين وخمسين طيب كلمة تنبؤات بيجي معاها فاقول له هنا طيب بعد كده بيقول طيب ده مستقبل هو جايب لي يبقى ده مستقبل بجونج تو عايزة بعدها المصدر هو جايب ار وجايب الفعل في المصدر يبقى لناس عندي احنا يعني هنسافر الى اسوان الصيف اللي جاي اللي بعده عايز يقول ان شعري مايار بيكون طويل جدا هي عايزة قولناها تقصه خلي بالك بقى ده مستقبل مستقبل هنا طيب القاعدة بتقول والمصدر هتجيبها كلها واللي بعده بيقول هنا برضو ده السؤال جايب هو هنا كفعل مساعد اللي نقص عندي هنا كلمة بس لاني جايب نقطة زي المصدر فهتقول لي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال السؤال الاول بيقول هنا مستر شريف نقط طيب خلي بالك برضو بيجيب لها واجيب لك انت هنا محتاج تصرفها مستر شريف مفرد يبقى تقول لي سهلا كده واللي بعده طيب خلي بالك بقى بيجيب بعدها الفعل في المصدر فهذه سهلة جدا المصدر اللي هو بالفعل يعني بدون اي اضافات واللي بعده بيقول هنا برضو سهلة احنا قلنا ان لازم يجيب هرا بعدين المصدر يبقى انت هتعمل ايه هتكتب هنا وتجيب الفعل في المصدر تاني اللي هو يبقى اللي بعده بيقول هنا نقط برضو ده مستقبل هو جيب لك بقى عايز مستقبل طيب الولد هنا مفرد فهتجيب انت بقى وبعدين لازم يجي وراها تركيبة كاملة والفعل في المصدر هتكتبه له تاني يعني الولد هتفرج على مباريات كرة القدم بكرة طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال باريغراف زي ما قلنا ان شاء الله ده قريب جدا هينزل له مذكرة على القناة